مرحبا بكم متابعينا خبر صار للمغاربة والجالية المغربية فبعدما بدأت تسجيل المؤشرات وبائية إيجابية وتراجع نسبة فتك الفيروس وبعد الإعلان عن عودة الجماهر إلى الملاعب يرتقب أن تواصل الحكومة إعلان قرارات أخرى للتخفيف من القيود خلال الأسابيع المقبلة فكما ذكرت اللجنة العلمية أنه ابتداء من شهر مارس يتم رفع القيود تدريجيا وكذلك إلغاء بعض الشرط المتعلقة بدخول المغرب حيث أن المسافرون لن يخضعوا للكشف السريع بالمطارات لكن جواز التقليخ لم يتم إلغاءه بعد حاليا لربما من بعد رغم أن المغرب دخل مؤخرا إلى المنطقة الخضراء تم تأكيد أن الموجة الأخيرة من الجائحة سنتهي مع نهاية هذا الشهر شهر فبراير فاليوم ترى بأن اللجنة العلمية وتدعو باستمرار إلى ضرورة تخفيف القيود الصحية والإجراءات المتعلقة بالسفر أو بالأسفر الدولية وإلغاء وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة ومن المرتقب أن يتم تطبيق هذه الأمور في الأسابيع المقبلة مع بداية شهر مارس من طرف الحكومة إن شاء الله وبإذن الله حسب ما ذكرته اللجنة العلمية فتوصيات كثيرة مؤخرا توصي بها اللجنة العلمية لكن الحكومة ما زالت لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات ولكن حسب مصادر موثوق منها فإنه من المرتقب أن يتم العمل بها في الأسابيع المقبلة إن شاء الله دمتم بألف خير إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله شكرا شكرا